طيب تعالوا بقى نروح كمان يا حضرات للمؤتمر الصحفي لمباراة أستراليا أمام فرنسا اللي هتكون النهاردة وتصريحات من مات راين قائد أستراليا اللي تكلم عن الخصم وقال إنه طلب من لعبي فريقه الشباب احترام المنافس مع عدم الخوف منه يعني بقى مزيج من الاحترام بس في نفس الوقت ما نبقاش خايفين ولا مرعبين قال راين الشيء الذي تعلمته هو أنك يجب أن تحترب المنافس بالقدر المناسب ولا تخاف منه أو ترتبك كثيرا سنلعب ضد بعض اللاعبين الرائعين في فريق قوي لكننا جميعا بشر يعني كل دي رسائل طمأنة للعيبة بتوعب وبطبيعة الحال لجمهور المنتخب أو مشجعي المنتخب الأسترالي وقال كمان نعلم أن لدينا فرصة جيدة لفوز فريقي يعرف جيدا قيمة أسماء الفريق المنافس إنها مباراة أو مباراة واحد ضد واحد وعشرة لعبين يرتدون القميص الأزرق ضد عشرة لعبين يرتدون الزية الأصفر إنها معركة وهذا ما ستكون عليه هذه المباراة يعني باختصار الصحفيين كانوا يعني هو قال اللي قالوا ده ردا على تعليق من واحد من الصحفيين وكان بيفكروا بالهزيمة السابقة لمتخب بلاده من المتخب الفرنسي وده كان رده عليه ما معناه أن احنا اتعلمنا الدرس وتعلمنا كمان يعني فكرة أن احنا نحترم ونعمل حساب للشخص أو للمنافس بتاعنا لكن ما نبقاش مرتبكين زيادة متخبطين زيادة أو مرعوبين منه زيادة وده نقطة مهمة الحقيقة واضح أن الموضوع مش بس متوقف على اللعيبة في المنتخبات العربية يعني فيه طبعا لعيبة عالميين أو بمثل منتخبات عالمية برضو بتتكلم أن هم عندهم قلق من بعض المنتخبات الأقوى المصنفة الأقرب للفوز باللقب يعني بس أنا برضو شايفة أن موضوع الخوف أو الترقب الزايد من منتخب أستراليا ده غريب لأن برضو هارجع أقولك تاني لما يجي عمل مقاس رقم واحد أنا كلعب محترف مش مفروض أخيف أصر من الخصم هذا الشكل أبدا لأن ده هيترجم بشكل واحد جدا على الملعب وده شفنا كتير النقطة التانية نجي أتكلم وقيم منتخب فرنسا منتخب فرنسا طبعا منتخبات القوية جدا 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 والأقرب للفوز لكن مع الغيابات دي الموجودة أه طبعا وحتى لو صاحب اللقب بس برضو أنت عندك النسخة دي أنا بتتكلم غيابات كتيرة جدا واللعيبة التقيل النجوم بتوع المنتخب مش موجودين أموان لو كانوا موجودين كانوا يحصل إيه صحيح كان إيه الخطاب اللي حيكون موجود يعني وحتى لو كان نتكلم على صاحب اللقب برضو وده لا يعني أنه هو ممكن أنه هو يبقى مرعب بهذا الشكل في نسخة اللي بعد كده يعني الأمور لا تقص بهذا الشكل فأنا أتفق جدا مع قائد يعني المنتخب أستراليا لأنه حدث بهذا الشكل في الأول في الأخذ طبعا موضوع يعني كرة قدم ودول الناس زينا يعني مفرش حاجة